خلينا نروح لبطولة العربية للرماية اللي بتتلعب او تلعب اليومين دول في مصر لجنة منظمة البطولة العربية للرماية اعلنت عن تصدر منتخب مصر لجدول ترتيب المدليات في البطولة برصيد 23 ميدالية وكانوا 12 دهب و 5 فضة و 6 برونز وجيه في المركز الثاني منتخب الامارات الشقيق واللي حقق 14 ميدالية وجوم كالتالي 3 دهب 7 فضة و 4 برونز اما المركز الثالث فكان من نصيب منتخب تونس الشقيق ايضا واللي حقق 4 ميداليات وكانوا 3 زهب و 1 برونز البطولة دي تلعبت هنا في مصر في الفترة من 1 والغاية 12 يونيو اللي احنا فيه على ميادين نادي الست 6 اكتوبر والمركز يولون بيبنا عادي وخلينا نفكركم بطولة العالم الرماية التي اتعامت هنا دي كانت اكبر اعداد لمنتخب مصر وشايفين ان الثمرت الاحتكاك في الاخر انت بقيت رقم واحد عربيا وان شاء الله يا رب نحقق حاجة في ألمبياد توكيو او في البطولات العالمية